ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الاجتماع شاد مجلس الوزراء بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التجريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وما حمله من مضامين وطنية جامعة تحدد أولويات ومرتكزات العمل الوطني للمرحلة القادمة مشيرا المجلس إلى أن التوجيهات الملكية السامية تشكل على الدوام منهاجا للعمل الحكومية وإن الحكومة تتشرف بأن تحمل مسؤولية تنفيذ الأوامر الملكية السامية مؤكدا المجلس أنه إنفاذا للأمر الملكي السامي سيتم فورا مباشرة تفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق ثم دعا المجلس إلى أن تكون حماية المدنيين أولوية قصوى في ظل تطورات الأوضاع في قطاع غزة بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية وشدد المجلس على أهمية الوقف الفوري للتصعيد وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وأن لا يكونوا ضحايا أو أهدافا للصراع الجاري وأكد المجلس أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين ودفع بجهود العملية السلمية وتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية موسيقى موسيقى بعد ذلك قرر المجلس مايالي أولاً الموافقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير الداخلية حول متابعة مبادرة تطوير المواقع الإلكترونية لكل جهة حكومية بحسب معايير تقرير الأمم المتحدة لجهزية الحكومة الإلكترونية 2024 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الشقيقة للتعاون في مجال شؤون الشباب بسنتي 2023-2024 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وشركة الخليج لصناعة البترو كيمويات لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي والزراعي مذكرة سعدة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة اللجنة التنسيقية حول مستجدات الرقابة والترخيص على القطاع السياحي بما يتوافق مع استراتيجية السياحة 2022-2026 ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية ما يلي المشاركة في حفل فتاح معرض إكسبو الدولة للبستنة 2023 نتائج الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في معرض ومؤتمر أبو ضبيئة دولي للبترول أدبيك 2023 المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربية الثاني للأشخاص دول إعاقة 2023-2032 وبرنامج تبادل الزيارات للإطلاع على التجارب في الجمهورية التونسية الشقيقة والاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج زيارة سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة